أشرف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول صعيد شنغريحا على تنفيذ تمرين تاكتيكي ليلي بداخلتها الحية بعنوان الإصرار 2023 على مستوى الميدان الثاني لرمي والمنورة برجم دموش بالنحية العسكرية الثانية وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني أن التمرين التاكتيكي الليلي نفذته وحدات الفرقة الثامنة المدرعة مدعمة بوحدات من القوات البرية ووحدات الإسناد التقني والجوية وكذا الدفاع الجوي عن الإقليم ويؤكد تنفيذ التمرين بصورة واضحة الجاهزية الفائقة التي تتمتع بها الوحدات المشاركة في مجال تنفيذ النجاح للمهام المسندة كما يؤكد التحكم الجيد للأطقم في مختلف الأسلحة والمعدات الحديثة ذات التكنولوجيا العالية والتطور الذي بلغته قوتنا المسلحة خلال السنوات الأخيرة اشتركوا في القناة